صحفي أردني يكشف عن قرار صادم أصدره الملك عبدالله بشأن زفاف ابن ولي العهد الحسين لو أول مرة تشوفوا القناة شركوا فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد تتجه أنظار العالم كله إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث سيقام حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين وذلك في الأول من يونيو 2023 استعدادات أسطورية تشهادها المملكة بشأن حفل الزفاف والذي من المقرر أنه سيقام في قصر زهران بعمان وذلك قبل التوجه إلى قصر الحسينية لإقامة مقدبة عشاء بعيدا عن الأعلام الملك عبدالله أصدر قرار صادم بمنع الأمير حمزة من حضور حفل الزفاف أكد المصدر أنه تم إبلاغ الأمير حمزة بهذا القرار في مكان إقامته الجبرية وتم اتخاذ القرار أيضا بعد مشاورات عديدة مع أفراد العائلة الملكة في المملكة أكد المصدر أيضا أن الملك عبدالله قد تردت كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار لكن تم اتخاذ القرار في النهاية خوفا من وقوع أي بلبلة لهذا العرس الأسطوري الذي ستشهده المملكة والذي تخطط المملكة الأردنية أن يتم هذا الحفل الأسطوري بهدوء بدون أي مشاكل الأمير الحسين هو الإبن الأكبر للأمير عبدالله الثاني أما بخصوص الأنسة رجوة ألسيف فيتبلغ من العمر 31 عام وهي مهندسة معمرية أكملت دراساتها في أمريكا وحصلت على شهادة الهندسة من هناك أما عن هدية الملكة عبدالله للأنسة رجوة ألسيف فهي هدية فخ مباهزة السمن وهي عبارة عن بعض من المجوهرات الملكية للملكة إليزابيس ملكة بريطانيا السابقة والتي تقيم بحوالي 500 مليار دولار أصدر أيضا الملكة عبدالله بتخصيص قطعة أرض للأمير الرجوة وذلك بعد الزفاف لتقيم عليها بعض من المشاريع التي من المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية الجدير بالذكر أنه تم التعارف بين الأمير الرجوة والأمير الحسين عن طريق الصدفة البحثة عن طريق صديقة مشتركة بين الأتنين تمت الخطوبة في شهر 8 عام 2022 أما من بعض الاستعدادات والتجهيزات لحفل الزفاف من المقرر أن يفتتح حفل الزفاف المطرب المصري تامر حسني وأيضا المطرب المصري أحمد سعد وحضور مميز للمطرب اللبناني راغب علامة سيقام الاحتفال في استاد عمان الدولي وسيبدأ في الساعة السامنة مساء أما لو وصلتم معي لحد هنا فنتسوشي اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد